في ظل صمت عربي ودولي تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية للأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة بعد اقدام الاحتلال على تشريد عشرات العائلات الفلسطينية بعد هدم منازلهم بالأغوار وتجريف المزارع وحرق المحاصيل في قطاع غزة هدمت جرفات الاحتلال الصهيوني منازل مئات الفلسطينيين في قرية أبو عجاج القريبة من أريحة في الأغوار وأفادت مصادر الفلسطينية أن عشرة العائلات أصبحت بلا مأوى بعد هدم منازلها واتهمت حملة مقاومة الجدار الفلسطينية الاحتلال بشن عملية تطهير عرقي للتجمعات الفلسطينية في منطقة الأغوار ومحيطها من جهتها زعمت سلطات الاحتلال أن وجود الفلسطينيين في هذه المنطقة غير قانوني في الوقت الذي تبنى فيه وحدات استيطانية جديدة بهذه المنطقة وتحاول منظمة الصليب الأحمر توفير مأوى مؤقت لنحو أربعمائة فلسطيني تم تشهيدهم من منازلهم قبل هدمها يذكر أن مساحة الأغوار تقدر بثلثي مساحة الضفة الغربية المحتلة وسيطرة الاحتلال عليها تعني دولة فلسطينية يطويقها الاحتلال من كل الجهات من جهة أخرى أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في المنطقة التي شهدت تواغلا للاحتلال وذكر شهود عيان أن ستة جرفات للاحتلال تواغلت في المنطقة وجرفت أراضي المزارعين الفلسطينيين وتصدت عناصر المقاومة لأحدى الجرفات بتفجير عبوة ناسفة كما أطلقوا قضائف هاون تجاه جنود الاحتلال ووقعت اشتباكات محدودة دون الإبلاغ عن إصابات وانتهت بانسحاب جرفات الاحتلال التي تعاملت حرق محاصيل قمح المزارعين الفلسطينيين في سياق المتصل اعتقلت بحرية الاحتلال صيادين فلسطينيين قبالة السواحل رفح في جنوب قطاع غزة بعد مداهمة قاربي صيد ومصادرتهما من جهة أخرى شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن صفحة الانقسام الفلسطيني قد طويت على الرغم من العقبات مضيفا في كلمة ألقاها بالدوحة بمناسبة ذكرى النكبة أن العمل السياسي لا يتعارض مع المقاومة وأوضح مشعل أن الحركة قدمت تنازلات للتقارب مع باقي الفصائل الفلسطينية مشيرا إلى أن المصالحة تفتح خيارات جديدة لتحقيق الأهداف المشتركة للفلسطينيين موسيقى